شيع الفلسطينيون وتحديدا أهالي بلدة قباطية جثمان الشهيد طاهر زكارن الذي استشهد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة فيما شهدت ساحة الفلسطينية توترا توقع الاحتلال ارتفاع وطيرته في الأيام المقبلة منذ ساعات الفجر الأولى وكرد من قبل الاحتلال على العملية الفدائية التي نفذت أمس في الأغوار الفلسطينية شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات في الضفة الغربية هذه الحملة التي خرج أهالي مدينة جنين لتصدها وكان الشاب طاهر زكارن أول من تلقى رصص الاحتلال في جسده وارتقى شهيدا تصعيد الاحتلال من وجهة نظر المحللين سيزيد من توتر الأوضاع على الساحة الفلسطينية ولن يخلق سوى المزيد من العمليات الفردية التي تأتي كرد طبيعي على حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الفلسطيني التصعيد الإسرائيلي غير المسبوك سواء سياسات التطهير العرقي والقتل بدم بارد والإعدامات الميدانية واستهداف القدس لا بد من أن يكون هناك رد والشعب الفلسطيني لن يكف مكتوف الأيدي أمام هذه السياسات العدوانية ما جرى خلال الساعات والأيام القليلة الماضية ينذر بانفجار وشيك يعم الأراضي الفلسطينية هذا جراء ونتيج طبيعي لما تقوم به دولة الاحتلال وهو رد طبيعي أيضا من الشعب الواقع تحت الاحتلال ما جرى في جنين وفي سلفيت وفي الأغوار هو رد من الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المسموحة بالقانون الدولي على جرائم الاحتلال عملية فدائية نوعية وصفها الاحتلال تعيد صورة الحالة الفلسطينية في الانتفاضة الثانية تبعها مباشرة عملية أخرى كرب مدينة رام الله وصباح اليوم أعلن الاحتلال عن محاولة تنفيذ عملية دهس كرب مدينة سلفيت أحداث متتالية تضع منظومة الاحتلال في حيرة نتيجة عدم توقع المنفذ كونه عملية فردية تخلق حالة نضالية جديدة بحسب المراكبين نحن نتحدث عن سلسلة من العمليات المتواصلة في العام الأخير كانت مؤثرة على الاحتلال وهي ضمن صياق الانتفاضة الثالثة المتقطعة منذ العام 2014 وبالتالي نحن نتحدث عن نوع جديد من المقاومة الفلسطينية يعتمد على الأفراد لكن المظلة الفكرية العامة للمقاومة تتواجد كبظلة تحوي الجميع وبالتالي نتحدث عن حالة استثنائية لا الاحتلال يستطيع التعامل معها وباعتقاد من جانب آخر الفلسطيني مصر على الاستمرار بهذا النهج الأمر الذي يعني أن هناك حالة جديدة تتولد في الساحة الفلسطينية مع كل هذه الأحداث ومواصلة الاحتلال عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين يرى المحللون أنه يحاول صناعة نجاح أمني في ظل الفشل المتواصل وسقوط الصورة الأمنية المثالية أمام المستوطنين ومجتمع الاحتلال من مدينة رامل المحتلاء محمد حسين رؤيا شكرا